اشتركوا في القناة من فلسطين من العراق ومن دول كثيرة ولسية ما في الشرق الاوسط هذه الصرخات ضد الظلم الاجتماعي ضد طبعا العنف والقتل والاضطهاد وضد يعني الكبت وعدم الحرية فالناس تصرخ وتتألم لانها فعلا فقدت كل شيء فقدوا بيوتهم اراضيهم وكثير من املاكهم وكثير من الناس فقدوا الحياة يعني في كثير احباء اللي قتلوا في هذه الاماكن اللي فيها اضطهاد شديد واليوم رح نتكلم بالتحديد عن العراق احنا كان تركيزنا في السن اللي فاتت على سوريا وما زال تركيزنا على سوريا لكن اللي بيتذكر من سنتين واكتر كنا نركز كتير على العراق وكان نقول العراق في يد الرب وحب اذكر كل مشاهد انه الكلمة الاخيرة لرب حتى لو بتشوف الدمار بتشوف العنف بتشوف طبعا عدم السلام والقهر والازلال في كل مكان لكن في اله الذي يسمع الصراخ الشعب العبراني في القديم في سفر الخروج كان تحت العبودية في ارض مصر اكتر من اربعمائة سنة وبعدين الكتاب بيقول صرخوا والرب سمع انينهم وسمع صراخهم ونزل لينقزهم وانا بدعو اليوم فعلا انه نصرخ من قلوبنا للرب انه يدخل في اوضاعنا ويدخل في شرقنا العربي ونبتدي نشوف ايام الفرج وايام الخير ترجع وتعود الى بلادنا